عقب مقتل الفتاة الإيرانية مهسى أميني في الثالث عشر من ديسمبر واندلاع حركة احتجاجات واسعة اختفت سيارات شرطة الأخلاق من أمام أنظار الإيرانيين على غير العادة على الرغم من قرار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيادة نشاطها ودورياتها سكان محليون أكدوا أنهم لم يعودوا يشاهدوا سيارات شرطة الأخلاق التي اعتادوا رؤيتها أمام بعض المؤسسات الحكومية خلال الأيام الماضية مراقبون أشاروا أن حركة الاحتجاج شجعت الناس على التحدث عن سوء معاملة شرطة الأداب واعتبر مراقبون أن النظام الإيراني بات يدرك بشكل لا لبس فيه أن انتشار دوريات شرطة الأخلاق في المدن يؤجج الاضطرابات حيث يعاني السكان من حساسية تجاه المركبات ذات اللون الأبيض والأخضر ومع ذلك أشار المراقبون إلى أن انسحاب شرطة الأخلاق ليس بشكل مستدام بل محاولة يائسة من النظام لانتصاص غضب الشارع الإيراني وفي سياق متصل ذكر ناشطون عن حقوق المرأة أن الاحتجاجات في إيران تحولت إلى غضب من وجود حكومة ديكتاتورية ليس فقط كما يصور النظام أن الأمر متعلق بالحريات الدينية وحقوق المرأة وشدد الناشطون على ضرورة أن تستمر وسائل الأعلام العالمية في تغطية الاحتجاجات المطلبية حتى يحدث التغيير ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات تشكل أكبر تهديد للنظام منذ الانتفاضة السابقة التي شهدتها إيران على خلفية ارتفاع أسعار الوقود قبل ثلاث سنوات ترجمة نانسي قنقر